الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية هو ملف أضحى تحت مجهر الدولة الجزائرية وقد تم ترسيم حلوله في عدة اتفاقية وقعها الطرف الجزائري مع الكثير من دول الذفة الثانية من حوض البحر الأبيض المتوسط إذ سيتم أعدة جميع المتواجدين على أراضي القارة العجوز وباقي الدول الأجنبية بطريقة غير قانونية إلى أرض الوطن هذا ما كشف عنه المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي عبد المارك سلال خلال تنشطه ندوة صحفية مشتركة مع نظيره البلجيكي شارل ميشال هذا الأخير الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر وأكد بأن بلاده تأوي 35 ألف جزائري حرق عمومهم يتحلون بسلوك جيد وفي المقابل أوضح سلال أن عمليات ترحيل الجزائريين الذين يتواجدون في وضعية غير قانونية بالخارج تتم وفق معايير احترام كرامة الأشخاص إلى أن الدولة الجزائرية تبدي حنكة كبيرة وتنسيقا جيدا مع العديد من البلدان التي تأوي جزائريين يقيمون بطريقة غير قانونية على أرضها من أجل ترحيلهم وإعادتهم إلى أرض الوطن ونبه المسؤول الأول عن جهاز التنفيذي فيما يتعلق بعمليات ترحيل الجزائريين الذين يتواجدون في وضعية غير قانونية إلى أن دولة الجزائرية تقوم بحنكة وبتنسيق جيد مع الطرف البلداني دون صعوبات تصريحات الوزير الأول تزامنت والحملة الشعوى التي يقودها حزب إيطاليا إلى الأمام لعيس مجلس الوزراء الإيطالي الأسبق سيرفيو بريسكوري الذي يرافع لصرح استعمال القوى إن لازم الأمر لمنع تدفق الحرق الجزائريين على جزيرة سردينيا متهماً المهاجرين الجزائريين بتحويل المدن إلى أوكر للجريمة بشتاء نواعها وهي الخرجات التي أضحت وقوداً للأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا مع كل محطة انتخابية اشتركوا في القناة